سائر بيسأل أبوه يا راجل عنده أرض بحة وقال للناس أنا عنا أزل لكم المول بما يرد الله يجي الراجل اللي اسمه عباس شري من ننع بيبني بيته يتصل بين عاوز عربيت رملا أبوه يتصل بالمشون ابعتوله عربيت رملا يتبعت العربيت رملا وهم ياخد من عباس يحاسب ده وياخدهول الفلوس التاني أبوك اللي بيعمله ضحرام والمكسب بتاعه ضحرام ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان المكسب إنك تضمن وتخاطر أبوك قاعد ما طبعش برالبيت فده حرام تاني حاجة النبي صلى الله عليه أن تباع السلع حيث وتبتاع حتى يحوزها التجار في رحلهم وأبوك بيبيع السلع من غير ما يحوزها في رحله الحل إيه حل إن يقوم يتعب ويروح مع العربية يوصلها للراجل تبقى في ضمانه أو يبعت مندوب ده يركب مع العربية ويوصلوها من أول ما البطاعة تطلع من مشمس لحد ما توصل لعباس تبقى في ضمانه ساعتها الراجل دوت فلوسه حلال وربنا نملك له لازم يتعب ويخاطر عشان يكسر حلال جزالكم الله خير هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك